السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أبنائي وبناتي طلابي وطالباتي معشر الموحدين والموحدات اليوم بإذن الله أنت ناوي شيء يمر على الإنسان أحيانا في حياته وهي من موروثات الجاهلية نسأل الله عز وجل السلام في وحدتنا هذه السنة قسم في وحدتنا إلى درسين أحدهما عن جانب التشاؤم والآخر البديل الشرعي وهو التفاؤل في حياتنا والمؤمن دائما أمره إلى يسر ولطف وفعل حسن درسنا اليوم بإذن الله عن التطير أهداف درسنا أن توضح معنى التطير أن تمثل للتطير أن تشرح حكم التطير أن تفرق بين الطيار المحرمة والتأثر الطبيعي بداية ماذا ترون؟ هذه الصورة غراب أسود وبومة إلى الآن في شيء من الموروثات أن بعض الناس تتشاؤم بالغراب الأسود أو بالبومة إذا رأوها وهي من موروثات الجاهلية وهو من التطير الذي نهانا عنها الشرع ونتكلم في درسنا اليوم لماذا سمي تطير أصلا؟ كان من عادة الجاهلية أنه إذا قرر أحدهم السفر وسمع صياحه غراب فإنه يرجع وإذا رأى أيضا يرجع أيضا إذا رأى بومة على داره رجع تشاؤما بها وهذا الأمر فيه خطر عظيم على عقيدتنا كمسلمين تناول في درس اليوم بإذن الله عناصر درسنا نتناول بداية تعريف التطير أي درس نأخذ ممتاز أول ما نبدأ بالتعريف نعرف ما معنى التطير ولماذا سمي تطيرا ثم بعدها سنذكر سويا بعض الأمثلة على التطير ثم إبطال الإسلام للطيرة بعدها سنتناول سوقيا حكم التطير والبديل الشرعي للتطير أخيرا كفارة الطيرة تعريف التطير من اسمه تطير مشتق من طير لماذا سمي هذا النوع من التشاؤم باسم يشبه الطير تطير أحسنتم إذن التطير هو التشاؤم هو شكل من أشكال التشاؤم واضح هو التشاؤم بما يقع سواء من المرئيات رآطير رآبومة أو المسموعات سمع صوت واضح وتناول المسموعات لا تقتصر على صوت الغراب لكنه لماذا سمي وقيد بذلك سنوضحها الآن أو بالأيام أو الشهور أو غيرها واضح إذن التطير هو التشاؤم أحسنتم بما يقع وليس يتوقع التشاؤم بما يقع من المرئيات أو المسموعات من المرئيات أو المسموعات أو زمن شيء يتعلق بالزمن أو الأيام أو شهر معين واضح هذه فقط أو غيرها كل ما قد يتشاؤم الإنسان برؤيته أو سماعه واضح لماذا سمي تطير لماذا سمي التشاؤم تطير ذكرناه قبل قليل في التمهيد أحسنتم لأن أصل التشاؤم عند العرب ابتدأ من وين أحسنتم ابتدأ من الطيور إما أنها إذا سمعت الغرب أو رأتها تشاؤم كذلك البومة أيضا كانت العرب كانت في الجاهلية من عاداتها أنها تطلق طير قبل لا تقدم على أمر فإذا اتجه إلى اليمين أقدمت إذا اتجه إلى اليسار رجعت هذا كله من التطير وهو محرم حذر منه الدين الإسلامي تناول حكمة بالتفصيل للتطير أمثلة كثيرة سواء في القديم أو الحديث وفي الغالب أنك لا تجد بلد إلا وعندهم أشياء يتطيرون بها منها التشاؤم برؤية بعض الطيور أو الحيوانات مثل الغراب أو البوم أو القطة السوداء إلى الآن إلى الآن هناك من يتشاؤم إذا رأى قطة سوداء لكن قطة أخرى عادي لكن إذا رأى سوداء يبدأ يتشاؤم التشاؤم إذا رأى غراب يبدأ يأخذه الشأم ويستعيذ بالله وواضح أيضا البومة وهذه كلها من مخلوقات الله لا علاقة لها بقدر ولا بغيره واضح إذا من أشكال التشاؤم التشاؤم برؤية بعض الطيور أو الحيوانات مثل الغراب أو البوم أو القطة السوداء واضح هذا الشكل الأول وهم انتشر كثيرا وينبغي أن دورنا نحن ننبه أحسنتم أيضا التشاؤم بيوم ركزوا معي حصلت فيه مصيبة لشخص أو لبلد فيتشاؤم بذلك اليوم في كل عام يعني في هذا اليوم حصلت مصيبة لسين من الناس وبعدها بخمس أيام حصلت حادثة أو كارثة في بلد من البلدان فهذا اليوم وبعده بخمسة أيام أو بأسبوع اليوم هذه اليوم يبدأ الإنسان ينعزل ويعتزل عنك شيء لماذا؟ لأنه يخاف هذا يوم شؤم هل يحصح؟ لا طيب مثلا سين من الناس حصل له حادثة وفاة في هذا اليوم ومن العام التالي في نفس اليوم حصل له حادث ثم في العام الثالث في نفس اليوم خسر أموال في العام الرابع في نفس اليوم توفي لها قريب هل يحق له أنه في العام الخامس نفس اليوم يتشاء من هذا اليوم؟ لا قد يكون من اختبار الله لا هي أيام تجري بأعنتها ولا أحد يعلم ما يجري فيها فقد دائما نسأل الله عز وجل في كل يوم اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده وأعوذك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني أسألك من خير ما أسألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بك يا رب من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحافظ على أذكاري والله عز وجل هو الحافظ واضح؟ التشاءم ببعض الأرقام في بعض الناس يتشاءم برقم مثلا رقم ثمانية هذا رقم شؤم إذا وصلت له في أي مرحلة دائما أخسر إذا وصلت له في أي تحدي دائما أخسر إذا كان ترتيبي في الرقم ثمانية أفشل إذا كان ترتيبي بالصف في المقعد الثامن أفشل لا هذا التشاءم بأرقام محددة أيضا التشاءم بالأبراج أو النجوم كما يقول من ولد في برج كذا هو كذا هي زينة للسماء الدنيا والنجوم فوائدها ثلاث زينة للسماء الدنيا دلالة على الطرق ورجوما للشياطين غير ذلك هو كذب وافتراء واضح؟ أيضا الأبراج والكواكب لا علاقة لها بأي تركيب الله عز وجل هو الخالق وهو مقدر الكون وهو خالق الناس بطبائعهم وأفعالهم واضح؟ إبطال الإسلام للطيرة واضح الأمثلة؟ واضح حكم التطير؟ طيب إبطال الإسلام للطيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ركزوا معي لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر بنأخذوا ما معنى ولا هامة ولا صفر نفى النبي صلى الله عليه وسلم بداية عام نهي عام لا عدوى ولا طيرة أبدا انتهى الأمر ثم خص منها أشياء كانت العرب في الجاهلية تطير بها وهي ولا هامة ما هو هامة؟ صفر واضح لكن هامة أحسنتم هي طائر البومة هي طائر البومة فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه في البومة من أنها إذا وقعت ركزوا معي إذا وقعت على بيت أحدهم ماذا يقول؟ يقول نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري يعني إذا أتت البومة وقفت على داره يقول اليوم سيموت أحد إما أنا أو أحد من عائلتي واضح؟ أو يتشاء بخراب منزل أو ربما سيفسد شيء في الدار ذلك اليوم ربما يكون البيت فيه خراب معين أو ربما سارية في الدار فيها بعض الكسور فإذا أتت البومة لأنها ربط ذهنيا فيها لا يرى هذا الأمر إلا برؤيتها يبدأ يفتش عن الخلق يبدأ يفتش عن المشاكل وفي سائر حياتنا إحنا إذا مررنا الأمر وهو في ظاهره جدا طيب تستطيع أن تخرج منه ما يسوك وإذا كان الأمر في ظاهره غير طيب وغير مقبول تستطيع أن تظهر مواطن لطف الله فيه إذن هي نظرتك الحدث كما هو لكن أنت كيف تنظر له واضح إذن أنه بصع السلم لا عدوى ولا طيرة عام ثم قال ولا هامة ولا صفر لأنها أكثر شيئا انتشرات في الجاهلية وباقت التشاؤم بالهامة وهي طائرة البومة يظن أن البيت سيحصل لك خراب أو سيسقط أو سيموت أحد من أهل الدار أيضا التشاؤم بشهر صفر إلى زمن قريب ولا زال التشاؤم بشهر صفر فيبتعد الناس عن إقامة الزيجات في هذا الشهر نفى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه في شهر صفر حيث كانوا لا يتزوجون فيه تخلو مناسبات الفراح والزواجات لماذا يقولون إنه شهر مشؤوم كيف شهر مشؤوم هو شهر كبقية الشهر وأيامه كبقية الأيام من الذي قرر الناس المتشائم هو من قرر فمن كانت زيجته في هذا الشهر وهو متشائم به سيرى كل حدث عابر هو علامة على فساد هذا الأمر أو فساد هذا الزواج واضح فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علل لماذا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن شهر صفار كبقية الشهور لا أثر له في قضاء الله وقدره ولا في السعادة ولا الشقاء كلها بتقدير الله وحده عز وجل طيب عرفنا أن الإسلام أبطل إذن محرم ممتاز حكم التطير أولا هو سوء ظن بالله عز وجل هو سوء ظن بالله عز وجل إذن حكم حرام إذن حكم حرام لماذا حرام لما يتضمنه من الاعتقاد الفاسد أين الاعتقاد فساد الاعتقاد أين هو بأن غير الله تعالى له تأثير إما في جلب النفع أو دفع الضر النفع من اللي يجلبه؟ الله وحده لا شركة من يدفع الضر؟ أحسنتم الله وحده لا شركة وهو من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب طيب إحنا نتكلم عن حكم شرعي لا بد من أحسنتم دليل شرعي يدل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة ركزوا سنرجع إلى هذا الحديث في الدرس القادم ركزوا معي هنا من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك كيف ردته الطيرة؟ يعني الآن هو خارج إلى تجارته واضح؟ هو خرج إلى التجارة ثم رأى غرب يرجع ويغلق اللون اليوم خاسر لا أحتاج هذه الصفقة هنا شرك واضح؟ أو أنه خرج ثم أطلق الطير وتوجه يمين ثم أقدم هذا ما هو فعل هذا من الطيرة سواء اتجه الطير يمين أم يسار هو طير يطير أينما يرى الرياح وأينما يرى رزقه بشكل عشوائي واضح؟ من ردته الطيرة من ردته الطير من حاجة فقد أشرك وهو شرك أصغر منافي لكمال التوحيد قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ هذا ذنب هل له كفارة؟ نعم ما هي كفارته؟ أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك إذا رأى الإنسان بومة غراب قطة سوداء حصلت له مناسبة في شهر صفر أو أي شيء مما يتشاء به عارضا هو يقاس عليها ليست حصرا وإنما على سبيل العدد دائما يقول هذا الدعاء أحفظه دائما اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك وحده هو الذي يتصرف في الكون عز وجل طيب ما هي الطير المنهية عنها؟ ركزوا الضابط الطير المنهية عنها هي ما يحمل الإنسان على الاستمرار فيما أراده سواء الاستمرار أو إحجام أو يمنعه من الاستمرار فيه إما يحمله على الاستمرار أو يمنعه عن الاستمرار أما ركزوا هنا ما قد يجده الإنسان في نفسه من التأثر عندما يسمع أو يرى شيء سمع أحد يبشر ببشارة طيبة فيتفائل بالبشرة له من بعده مثلا رأى الجو غائم فيتباشر وأن اليوم خيرات الله عز وجل ستكرمنا وسأدعو الله عز وجل وهو سيفتح عليه هذا أمر لا يلام عليه الإنسان إلا في حالة وحدة إلا إذا استرسل معه أو ترتب عليه إما استمرار أو رجوع أحسنتم طيب بالتعاون مع مجموعته تأملوا هذه المواقف ثم أبين الحكم فيها من حيث كونها تطير أم لا قال لي زميله من رأى وجهك لم يرى الخير قيده بوجه سين من الناس أحسنتم تطير لأنه تشعم تشعم بسين من الناس قال لي صديقه خير يا طير أحسنتم تشعم وهو تطير خرج من منزله ركزوا هنا فرأى عاصفة رعدية شديدة فحاد إلى منزله سريعا هل هذا تطير؟ إذن ما هذا؟ أحسنتم ليس بتطير لأنه احتراز العاصفة شديدة وهو لا يستطيع أن يقود في هذا الطريق واضح؟ وجد حادث سير في طريقه إلى عمله الحادث كان مخيف فحاد إلى بيته وغاب عن عمله أحسنتم من التطير لماذا؟ لأنه منع عن الذهب لو كان ذهب إلى عمله وضاق صدره ودعا لهم فلا حرج هذه خاطرة في الناس لكن يرجع إلى منزله لأنه رأى حادث يظن أن اليوم كله حوادث أو اليوم كله سيء أحسنتم هذا من التطير دونوا الإجابة أحسنتم البديل الشرعي للتطير مما شرعه الله تعالى بدلا عن هذه الخرافات الجاهلية أولا صلاة الاستخارة واستشارة العقلاء والمجربين وأهل الخبرى صلاة الاستخارة طيبة في كل الأمور استشر العقلاء العقلاء أهل المشورة صدق التوكل على الله عز وجل بأن يعلم المؤمن علم اليقين أن الأمر كله بيد الله وأنه لا تأثير لشيء ولا لأحد إلا بتقدير الله وحده لا شريك له قال عبد الله بن مسعود ولكن الله يذهب بالتوكل هو شيء يأتي في النفس لكن بالتوكل على الله عز وجل يذهب عز وجل تقوية الإيمان أحسنتم بالقضاء والقدر بأن يعلم المؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه أحسنتم طيب وقع في التطير ذكرنا قبل قليل إن من وقع في التطير المحرم يجب عليها أولا ليس مجرد لف أن يتوب توبة صادقة الله عز وجل ويسن أن يقول أحسنتم اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك أحسنتم ولا إله غيرك أحسنتم إذن صنف الأفعال التالية من حيث كونها تطير أم لا هل هو تصرف طبيعي أو تطير محرم تشاؤم بالأبراج والنجوم أحسنتم أحسنتم تطير محرم التأثر بوفاة قريب والاعتذار عن مناسبة في هذا اليوم أحسنتم تصرف طبيعي الإنسان لديه مشاعر التشاؤم ببعض الشهور تطير أحسنتم الرجوع من السفر بسبب رؤية غرام أحسنتم تطير محرم إذن تناولنا تعريف التطير ذكرنا بعض الأمثلة واضحنا إبطال الإسلام للطيرة حكم التطير والبديل الشرعي للتطير أخيرا ذكرنا كفارة الطيرة حديثنا في الدرس القادم بإذن الله عن الفأل جعلنا الله وإياكم من أهل الفأل الحسن سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك